موسيقى وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الأولى له منذ تنصيبه وليا للعهد في يونيو الماضي وتتزامن زيارة بن سلمان والتي تستمر لثلاثة أيام مع قرار للمحكمة الدستورية العليا في مصر بقانونية اتفاقية جزيرة تيران وصنافير بين مصر والسعودية والذي أثار جدلا واسعا واعتراضات لقوى سياسية في مصر اتهمت السيسي بالتفريط في أراضي مصرية الزيارة تأتي أيضا قبيل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية المصرية الدوافع الحقيقية للزيارة وطبيعة القضايا التي سيجرى تناولها هي محل النقاش نشاهد أولا هذا التقرير ثم نبدأ في أول جولة خارجية له حطت رحال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالقاهرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية الديوان الملكي السعودي قال إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفق وكالة الأنباء السعودية زيارة ولي العهد السعودي تأتي غدا تقرار المحكمة الدستورية العليا المصرية بإلغاء الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية تيران وصنافير مع الحكومة السعودية والتي قوبلت باحتجاجات شعبية واجهتها الحكومة المصرية بالقمع والاعتقالات وحملة إعلامية ضخمة الزيارة تأتي أيضا قبل الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى أواخر الشهر الجاري ويتوقع أن يفوز فيها يقينا الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية ويرى مراقبون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستفسر على أنها تأكيد لدعم السعودية لبقاء السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية خاصة وأن الرياض أكبر مصدر للنفط في العالم قدمت مليارات الدولارات للقاهرة في شكل مساعدات منذ عام 2014 عندما اتخبت السيسي رئيسا في المرة الأولى لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد وائل قنديل أستاذ وائل أرحب بك نبدأ هذا التقرير تحدث عن هذه الزيارة التي وصل محمد بن سلمان ولي العادي السعودي منذ قليل إلى القاهرة استقبال رئيس المصر عبدالفتاح السيسي في المطار سؤال هل هذه الزيارة التي هي مقررة منذ فترة تزامنت أو تزامن مع حكم المحكمة الدستورية بمحد الصدفة أم أنه الأمر متعلق باتفاقية تيران وصنفير وأنه هناك ترتيبات كيف ترى هذه الزيارة يعني لا يوجد شيء بمحد الصدفة في السياسة المصرية الحالية يعني كل حدث بيرتب له في مناسبات محددة أو في استقبالات محددة وكان ما يسمى بحكم تيران وصنفير هو بمجرد هدية ترحيب بولي العهد السعودي اللي بتكتسب زيارته مظاهر غريبة جدا على الدبلوماسية المصرية وعلى الرئاسة المصرية يعني لم نسمع مثلا في تاريخ مصر أن رئيس مصر بيخرج لاستقبال ولي عهد أو نائب أو رئيس حكومة على سلم الطائرة في التاريخ يعني بروتوكوليا حتى يعني هذا لا يجوز يعني ممكن بروتوكوليا بروتوكوليا يعني في حالة لو الملك سلمان مثلا قد يجوز ذلك يعني أن يخرج رئيس لاستقبال ملك أو رئيس آخر ولكن هذه الهرولة وهذه الكارنفال وهذه البهرجة في الاحتفالات يعني بتضعنا أمام وكأنه محمد بن سلمان في زيارة تفقدية إلى القاهرة يعني هو ذهب ليشرف على منظومة الحكمة التي وضعت بمساعدة المعسكر الذي ينتمي له محمد بن سلمان وتم تمويلها ودعمها بمليارات من الدولارات وبالتالي يعني الأمر يشبه تقريبا معكوس استقبال الملك فاروق مثلا في الأربعانات في السعودية أو في دولة أخرى دعنا نرحب بضوثنا على مستوى الشكل نعم ينضم إلينا عبر سكايب من القارة سيد محمود إبراهيم نعم مدير مركز الاتحادية للدراسات أرحب به كما ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من برلين الدكتور أحمد بدوي أستاذ العلوم السياسية في جماعة برلين أرحب به أيضا وأبدأ مع دكتور أحمد بدوي يعني هذه الزيارة الأولى لولي العهد السعودي منذ تعيينه أو اختياره وليا للعهد خارج المملكة العربية السعودية وبدأ من القاهرة وسينتهي بواشنطن كيف ترى هذه أو مسير الرحلة ودلالتها سياسية طبعا دلالة أن السعودية حاليا ترى نفسها أن تترقص نظام إقليم جديد ومصر عضو مهم في النظام الإقليمي الجديد طبعا زي ما أستاذ وقل قنديل قال فيه إنعكاس للصورة من زمان لحد دلوقتي مصر في مرحلة ضعف تاريخي والسعودية من منظرها في مرحلة قوة تاريخية ودوت طبعا بيفرض طبيعة معينة للعلاقة ما بين مصر والسعودية كعلاقة تابع لشيء يعني مصر في دور التابع وده شيء مش معهود يعني شيء مصر مش متعودة عليه لا الدبلوماسية المصرية متعودة عليه ولا الشعب المصري متعود عليه طبعا الزيارة مهمة وترتيب مراحل الزيارة برضو مهم إن هو بيبتدي بمصر وبينتهي بواشنطن لازم نحط الزيارة دي فيه سياقات أكبر بالنسبة لواشنطن سياق مهم جدا الحملة اللي بيتعرض لها جاريد كوشنر اللي هو المفروض يعني من أقرب الناس في الإدارة الأمريكية الحالية لولي العهد السعودي ده يقودنا لكلام اللي بيتردد عن صفقة القرن هذا شيء يعني سمعنا عنه كتير وأنا شخصيا أعتقد أن هو يعني من محد الخيال أن نتخيل أن الصفقة زي دي ممكن أن هي التم طبعا فيه أمور ثنائية مهمة ما بين السعودية ومصر اقتصاديا وسياسيا وطبعا الوضع الإقليمي بيتطلب يعني تنسيق مستمر ما بين القاهرة والرياض نعم دكتور فيما يتعلق بالأزمة مع قطر فيما يتعلق بملفات اليمن وسوريا زي طبعا أن فيه مؤتمر قمة عربية هيعقد في الرياض آخر الشهر الحالي فأعتقد أن برضو هيكون جزء كبير من الزيارة دي هيكون تنسيق ما بين القاهرة والرياض للتجهيز لمؤتمر القمة العربي اللي هيعقد في الرياض نعم نعم أرجو أن تبقى معي دكتور أحمد بدوي أنتقل يا ضيفي السيد محمود إبراهيم مع أبراسكا بن الخير السيد محمود إبراهيم يعني ردود الأفعال على حكم المحكمة الدستورية الذي جاء ليقول بأنه كل الأحكام التي صدرت بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية هي باطلة أو بطلان هذه الأحكام وأن المحكمة الدستورية استندت إلى ذلك أن هذا من أعمال السيادة دكتور حسن نفعة قال أن هناك ترابط بين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الجزيرتين وبين توقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كيف ترى أنت هذا الترابط هل هناك فعلا ترابط بين حكم المحكمة الدستورية وزيارة ولي العهد السعودي يعني أعتقد بعيد قوي لأنه إحنا نكلم عن حكم بقاله محدد له معاد من فترة طويلة فيعني ليس من المعقول أو ما فيش ترابط ولكن يبدو أنه هناك نزعج ما من التقارب المصري السعودي مش مسألة الأرض أو مسألة الحكم ولكن التقارب المصري السعودي يزعج الكثيرين في المنطقة مثل من يعني مثل من يا سيد محمود مثل من يعني أنت مثل قطر يعني مثل قطر لأنه هم أخرجوا قطر من الجماعة العربية تم عزل قطر فهي أبو نزعجة من هذا التقارب المصري السعودي الإماراتي بيهدد أجنتيتها فبديه أنه يتم مهاجمة أي شيء بين مصري والسعودية وسؤال يعني أستاذ محمود أبراهيم كباحث أنت كباحث وكمدير أو نائب مدير مركز دراسات كيف بنيت هذا الانزعاج حول زيارة بين ولي عهد إلى رئيس أو إلى جمهورية عربية أخرى كيف بنيت هذا الانزعاج لدولة أخرى لم يتم الإشارة إلى ذلك لأنه في السياسة مش كل ما يعرف يقال ولكن الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والمحرين قامت بعزل دولة قطر وبالتالي سياسات دولة قطر ضد سياسات هذه الدول فيبقى فيه انزعاج من هذا التقارب من هذا الحيث يعني أنت ترى أنت تفسر نعم أنت تفسره على أنه نعم أو المصار العربي نعم أرجو أن تلقى ما أنت تفسره على أنه انزعاج أعود إلى ضيفي في السيديو السيد والقنديل السيد والقنديل بعيدا عن وجهة نظر السيد محمود إبراهيم الذي يتحدث عن أنه هذا التوقيت وهذه الزيارة ربما تقلق دول أخرى وأشار إلى قطر سؤالي لك ماذا يريد السيسي من محمد بن سلمان وماذا يريد محمد بن سلمان من السيسي يعني في هذا التوقيت المهم دعني بس أعلق على فكرة أن قطر المعزولة عربيا هذا غير صحيح على الإطلاق يعني قطر لديها علاقات عربية جيدة داخل الخليج حتى داخل الأسرة الخليجية علاقتها جيدة مع نصف الخليج يعني الكويت وسلطنة عمان قطر عندها علاقة باليمنيين قطر عندها علاقة بالقضية الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية أو بحماس في غزة قطر عندها علاقة مع المغرب العربي تونس والجزائر ففكرة العزلة دي غير والدة على الإطلاق عودا إلى إلى القضية الأساسية لأنه أستاذ محمد ريم يريدنا أن هذا بلا قضية أخرى ماذا يريد محمد بن سلمان وماذا يريد السيسي السؤال ينبغى أن يكون يعني ماذا يريد السيسي وبن سلمان معا من الإسرائيل والولايات المتحدة أو ماذا يريد الولايات المتحدة وإسرائيل من السيسي ومحمد بن سلمان معا هذه الزيارة بتستبق زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا نستطيع أن نقول أن الحديث عن صفقة القرن من محد الخيال كما قال لتفضل الدكتور أحمد من ألمانيا لأنه لك أن تذكر أنه أول من ذكر مصطلح صفقة القرن هو عبد الفتاح السيسي في لقاءه مع دونالد ترامب في أبريل 2017 لما قال ستجدني معك دائما ومؤيدا لكل ما تريده في خطار تسوية القرن وصفقة القرن وما إلى ذلك الكلام أيضا عن صفقة القرن ذكر في مستشار ترامب سواء ستيف بانون المستشار السابق الذي قيل من منصبه أو كويشنر في الزيارات للسعودية ولقاءته مع الإدارة السعودية وتحديدا محمد بن سلمان وطلبوا منه صراحة الضغط على السلطة الفلسطينية وبالتالي نحن بصدر حصار مصري سعودي للفلسطينيين للسلطة الفلسطينية سواء ممثلة في محمود عباس أو في حركة حماس بقية اسمعيل هنية وهناك ضغوطات حقيقية بتمارس على الفلسطينيين تجلت هذه الضغوطات بعد القرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ورأينا كيف مورس إرهاب سعودي مصري على محمود عباس في قمة إسطنبول لكي لا يذهب أصلا ولكي يرضخ للإملاءات القادمة من واشنطن والتي تقضي بتمرير قرار نقل السفارة الذي هو مماهد لما عرف بصفقة القرن وما يجري فيه سيناء الآن هذا الدمار وهذا التدمير الشامل نحن نتكلم عن عملية شاملة يعني شيء يعني الحقيقة يعني مخجل يعني أستاذ هايل يعني أنت تقول أن هذه الزيارة ربما هي لها ما بعدها ومرتبطة بترتيبات بعدها والكلام في ذلك ليس كلامنا ده كلام السيسي وكلام الدبلوماسية السعودية ممثلة في عاد الجبير وكلام الإدارة الأمريكية وبالتالي صفقة القرن ليست اقتراعم وليست بضعم نحن بصرد تهيئة المنطقة لتنازلات كارثية وتاريخية ربما تضيع القرية الفلسطينية إلى الأبد يعني نحن الآن أمام عملية حرث وتدمير للتربة للتمهيد لكي يأتي دونالد ترامب ويفرض الوضع الإقليمي ولكي يأتي الكيان الصهيوني أرجو أن توقع مرسود ودعني أشير أيضا إلى تيران وصنفير ليست مسألة مصرية سعودية فقط تيران وصنفير مسألة صهيونية بالأساس قلبا وقالبا وهي وزء من الترتيبات لهذه الصفقة سنعود إلى هذه النقطة تحديدا العلاقات بين محمد بن سلمان وبين السيسي وما يقال أن هناك علاقات بإسرائيل أذهب إلى الدكتور أحمد بدوي الدكتور أحمد بدوي الحديث عن أنه هناك ترتيبات لهذه الزيارة ترتيبات ما بعد زيارة السيسي السيسي مقدم على فترة ولاية أخرى ربما سيحسمها أو المشهد يقول ذلك بن سلمان ربما البحث عن المنصب الأكبر وهو حكم المملكة العربية السعودية أو منصب الملكي البعض يقول أنه هناك استفادة متبادلة بين الاثنين كيف ترى هذه الاستفادة؟ الاستفادة المتبادلة من ناحية الاستقرار الاقتصادي في مصر ما كانش ممكن أنه يتم ومش ممكن أنه يتم بدون دعم مال كبير والدعم المالي الكبير دوت محدش يقدر يقدمه المصر غير دولة زي السعودية أو الإمارات العربية المتحدة هذا من ناحية مصر من ناحية السعودية وجود دولة بثقة المصر في الطيار أو النظام الإقليمي اللي بتحاول السعودية أنها تشكله سواء النظام الإقليمي دوت ضد إيران أو ضد ما يطلق عليه الإرهاب دولة بتقل مصر تكون جزء من النظام دوت دوت فايدة كبيرة للسعودية فأعتقد هي دي الفايدة المتبادلة ما بين النظامين حاليا بس طبعا يهمني أرجع لموضوع صفقة القرن لأن دوت موضوع مهم وكبير فكرة تبادل الأراضي ما بين مصر وإسرائيل وفلسطين هذه فكرة مش جديدة فكرة يعني في أروقت النظام الحكم في إسرائيل على الأقل أنا أول مرة أسمع أنا كان سنة 2003 أو 2004 مش كل شيء تريده إسرائيل أو الولايات المتحدة يجب بالضرورة أنه يتم طبعا فيه كلام كتير أنه يحصل تبادل الأراضي بحيث أن غزة تتوسع ياخد جزء من شمال سيناء وفي المقابل إسرائيل تعطي المصر جزء من سحراء النقب والأراضي دي تكون ممثل الحجم الأراضي إلا تحتفظ بها إسرائيل في الضفة الغربية هذا كلام بقول عليه خيالي ليه لأنه ما أعتقدش أنه فيه قوة قادرة أن هي تنفذ الكلام دوت ضد رغبة الشعب الفلسطيني وضد رغبة الشعب المصري حتى لو كان السيسي وحتى لو كان ترامب واضح أنه مفيش اتفاق أو إجماع داخل الإدارة الأمريكية على شيء مثل هذا هذه فكرة كان ترحى نتانياهو على ترامب وترامب افتكر أنه يقدر يعمل المستحيل وقدر أنه يستقطب لها إذا كان السيسي أو محمد بن سلمان لكن عندنا وزارة الخارجية الأمريكية مفيش أي كلام تصادر منها أنها ممكن تقبل صفقة زي دي أوروبا كلها مفيش حد فيها يقدر أنه يقبل صفقة زي دي أرجو أن تبقى معي دكتورنا صفقة زي دي فمش كل حاجة تقولها أمريكا وترامب نعم دكتور أرجو أن تبقى معي نضم إلينا مش كل حاجة بيقولها ترامب أو تقولها إسرائيل تفضل تفضل أكمل يا دكتور اللي أعازد أقوله أن حتى لو في رغبة أن شيء زي كده يتم مش كل حاجة بتردها إسرائيل أو الولايات المتحدة نخدها كده ونفتكر أن هو ده اللي هيحصل هو ده الأمر الواقع وما فيش في إدينا حاجة نعملها أنا أرفض هذا تماما مش هتحصل ولو حاولوا يعملوها هيكون فيه انتفجار كبير في المنطقة وما أعتقدش أن فيه أي حد لا في المنطقة من ناحية الشعوب أو في العالم هيقبل أن يتم محل القضية الفلسطينيات أرجو أن تبقى معي دكتور أحمد بدون نفسه إسرائيل بقى لها ستين سنة بتحاول أن هي تهزمه لكن مش قادرة نعم أرجو أن تبقى معي ينضم إلينا عمر سكيب من القرأة سيد مجدي حمدان نايم رئيس حزب الجمهة الدموقراطية سيد مجدي حمدان يعني ضيفي سيد محمود أبراهيم يتحدث عن تماهي عن علاقات متميزة بين مصر والسعودية تظهر في هذه الزيارة لكن هل ترى أنت هذا الرأي بالرغم من أن هناك مؤشرات تتحدث أن هناك خلافات في بعض الملفات في الملف اليمني هناك خلاف فيما يخص التوجه نحو حزب الله وإيران هناك اختلاف فيما يخص معالجة القضية السورية هل فعلا هناك تقارب شديد وربما يصل إلى الاتحاد في وجهة النظر بين مصر والسعودية لا أعتقد أن الأمر يصل إلى هذا الحد من المؤذرة أو التعادل في التعاطي من العلاقات المشتركة ما بين مصر والسعودية هناك نوع جديد من إدارة الملفات بشكل مختلف فبدلا من إسناد إدارة المنطقة كما كان يحدث سابقا لمصر أصبحت الآن الإدارة للسعودية السعودية هي التي تدير مصر الآن وتدير المنطقة العربية وتدير كثير من الملفات لذا الأمر الذي طرحه الأستاذ محمود بأن هناك حلم التعادل أو المقارنة أو المعاملة بالمصر هذه غير موجودة وده يمكن أن تكون واضح النهاردة في حالة الاستقبال في مطار القهيرة أنا شفت عن نفسي مشهد لم أكن أتخيل أن الإدارة المصرية ستصل إلى هذا المنحنى عند الاستقبال الرسمي أو عند التوجه الرسمي في مطار القهيرة وأمام شريفة التلفاز أن يكون هذا هو الوضع السائد لدى استقبال في قادر منطقة عربية إلا أن هذا الأمر بالطبع يضحط كل هذه الأمور التي قالها السيد محمود إبراهيم ويجب أن يرد السيد محمود إبراهيم هل شاهدت مشهد الاستقبال يوم؟ هل عجبك هذا المشهد؟ هل هذا هي مصر؟ هل هذه هي الإدارة المصرية التي كانت اليوم متوجدة في مطار القهيرة؟ طبعا بالأمر الأمر مستغرب جدا والأمر لا يرتقي إلى مستوى العلاقات المتوازنة كما أشار ضيفك الكريم وأعتقد أنه كما أشار الأستاذ وعي القنديد بأن الأمر هناك كثير من الأمور الخفية في هذه المقابلة حيث أنه لا وجود لخطاب رسمي أو بيان رسمي يحدد ما هي خطوات هذا الاستقبال وما هي الملفات التي تستطرح أستاذ مجد حمدان أستاذ مجدان أرجو أن تبقى معي أنت سألت سؤالا واجه هذا السؤال مباشرة للسيد محمود إبراهيم أستاذ محمود إبراهيم ضيفي تحدث أنه بروتوكوليا لم يعجبوا هذا المشهد وقال أنه كثيرين لم يعجبوا هذا المشهد ووصفوا بعض النشطاء بأنه هرولت الرئيس المصري لإستقبال ولي العهد غير مقبول أو أنه يشير إلى أن السعودية تدير مصر كما قال السيد مجد حمدان ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا رأيي أنه حتى لو الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج عن البروتوكول هذا يعكس عمق العلاقة مش الحالة اللي هم شعروا بيها ولكن دي نقطة علىها مش صورة كبيرة يعني كون أنه فيه مسألة بروتوكولية حتى لو تجاوز الرئيس مش عارفين دي مسائل لا تدل على هذا الشعور السيء اللي بيشعر بيها أؤلاء اتجاه المملكة العربية السعودية لكن أنا عايز أعلق على خلط يعني السيد والدين تحدث فيه فيما يخص صفقة القرن والصفقة الأمريكية أولاً الصفقة الأمريكية ليست صفقة القرن الصفقة الأمريكية صفقة القرن ليه اختراع بإنضاء الاختراعات الإشعاعات اللي بتبين اللي هي الممتوعة بالها يا أستاذ محمود يا أستاذ محمود يا أستاذ محمود صفقة القرن من أول من تحدث عنه هو السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي أنا بس عايز أوضح يعني معدرة يعني بس أنا أوضح لك أيضاً معلومة أنت قلت إنه اختراع لكن سيدي والنبي مطأتين أستاذ محمود تفضل جوا يا أستاذي بس أنا عايز أوضح بين حاجتين العرض الأمريكي الذي لا يمكن رفضه وهو سمي كذا اللي هو ربما يكون حتى سموه صفقة القرن ده ما فهم وفكر التبادل للأراضي وكل هذه الأمور ده أمر آخر ما لديش علاقة بي إشاعات ما لديش أصلا الأمريكان عندهم مشروع لن يتدخل فيه أحد يعني تكتور لي في النظام الأمريكاني يا حضرتك يعجبك وتاخده يا ما تسيبه وتبشي ولكن أزعجني جدا 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 أن السيد زوائل قنديم يذكر أن مصر تضغط على القضاء على الفلسطينيين طيب خليني يا أستاذ محمود خليني أنقل هذا الانزعج أنت منزعج سأنقل لحظة اسمعني أوضح وجهة نظر سأرجع لك لكن سيد زوائل قنديم لديه إضاحة لو استكرمت سيد زوائل قنديم هو سيد محمود إبراهيم منزعج جدا من أنك أشرت إلى أن هناك ضغط من مصر والسعودية على السلطة الفلسطينية الأمر الثاني الأمر الثاني اختراع صفقة القرن مرة أخرى اختراع صفقة القرن يمكن لأي أحد أن يعود إلى الإعلام المصري بباند زيارة عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا في أبريل 2017 ويشوف تغطيات الصحف المصرية الكلام عن صفقة القرن أن صفقة القرن محور مباحثات السيسي مع ترامب والسيسي ألو ستجدوني معك دائم أما الضغوط العربية ممثلة في مصر والسعودية بالأساس على الفلسطينيين للتعاطي مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لسيناريوهات المنطقة فهذا ثابت ومقطوع به بتصرحات السياسيين والدبلوماسيين الفلسطينيين ابتداء من الرئيس محمود عباس ونزولا حتى أصغر مسؤول وأيضا يمكن أن تعثر على ذلك في تصرحات عادل جبير وآخرين من قادة ما يسمى بمحور اعتدال الذي تشكل بمناسبة زيارة ترامب إلى الرياض وتلك البلورة السحرية والكلام عن أن هناك نوع من الفرز ونوع من الاستقطاب الآن أنا أتفق مع فكرة أن العلاقات المصرية السعودية ليست بالضرورة تبعية سياسية بشكل كامل ربما تكون هناك تبعية اقتصادية وهناك ارتهان للإرادة المصرية يعني زي ما قال البعض النهاردة يصخر الرز قادم يعني بالضرورة يعني هي علاقات أرز بالأساس أما على المستوى السياسي فيبدو لي أن عبد الفتاح السيسي أهم من محمد بن سلمان إقليميا لأنه المسألة تعتمد على درجة القرب من الكيان الصهيوني والجميع يدرك الآن أن الوصول إلى السلطة أو الاستقرار في السلطة في النظمة العربية يعني صار يمر عبر البوابة الإسرائيلية ولذلك رأينا هرولة غير مسبوقة في التاريخ نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني تمثل في عديد من المظاهر سواء في مصر في الخطاب الشهير لعبد الفتاح السيسي عندما كان في أسيوت وهو يتحدث إلى المستوطنين الصهيوني يعني ويسميهم الشعب الإسرائيلي وأن مصلحتهم يعني يريد مصلحتهم كما يريد مصلحة الفلسطينيين والمصريين وكما رأينا في التبادل في زيارات سرية وعلنية لشخصيات سعودية ومسؤولين سعوديين وحتى قيل كلام كثير عن زيارة محمد بن سلمان ولم ينفى إلا بعد شهرين تقريبا على انفراد الصحافة والإعلام العبري بالكلام عن أن هناك زيارة سرية تمت وبالتالي يتم ترتيب العلاقات العربية العربية بناء على المسافة من الكيان الصهيوني في هذه الحالة تحسسي أقرب الكيان الصهيوني وبالتالي هو لديه كثير من ربما هذا مؤشر سبب الزيارة الأولى لبن سلمان إلى القاهرة طبعا أنا كما قلت لك الزيارة ليست مسائل ثنائية كما هو شاء المسائل الثنائية نحن شفنا من أول التسريبات الشهيرة في نهاية 2013 نهاية تتم عبر التليفون واتصل لنا بهم وقال لهم نحن لا يعرف كم حبة وانتفاكر المليارات بالحبات أما هذه الزيارة فيها تتعلق بالوضع الإقليمي تتعلق بما هي مقدمة عليها القضية الفلسطينية في إطار استعجال دونالد ترامب كما هو معلن منذ شهور طويلة أنه مطلع 2018 سيتم فرض هذه التسويات ومع احترامي للدكتور أحمد من ألمانيا مرة أخرى أن تستطيع أن ترفض أو تقبل الشعوب العربية والمشاعر الشعبية العربية في كامب ديفيد كانت رافضها بإطلاق ومع ذلك فرضت كامب ديفيد والمشاعر الفلسطينية والعربية في أوسلو كانت رافضها على مستويات الرفض ومع ذلك فرض هذا الوضع وانكمشت القضية الفلسطينية في أن لدينا سلطة في رمالة يعني منخارطة فيما كل ما يهمها التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بما بدأ معه وأن أصبحت القيادة الفلسطينية الآن دورها حفظ أمن إسرائيل وبالتالي لا استبعت ذلك أن تفرض صفقة الخارن إن أرادت أمريكا صحيح الشعوب العربية ترفض وجدانيا وهناك بعض ولكن ما جرى في مصر تحديدا 30 يونيو تحديدا كانت بقصد قتل هذا الطيار الشعبي بقتل هذا الشعور الشعبي الجارف الرافد تم محق الشخصية المصرية وتم إرهاب المواطن المصري وإغراقه في الفقر وفي القمع وفي الحرب على الإرهاب بما لم يبدو معه وكأن هناك نبضة مقاوما وكأن هناك أنا أندهش كثيرا من أنه عندما يذكر العلاقات السيسي بعد الفتاح السيسي يعني العلاقات السيسي بالكيان الصهيوني بلغت مستويات من الانسحاق وأستغرب أنه هناك تيار ناصري وتيار قومي وتيار عروبي ومع ذلك لم نسمع عن غطبة واحدة عن وقفة واحدة حتى في الزيارات القيادات الكيان الصيوني القاهرة لم يعد هناك مظاهر يعني هناك فعلا محو أو محاولة محو لقضية العربية الفلسطينية من داخل الوجدان المواطن المصري وهذا تشوف في الإعلام الآن الذين كانوا يحرضون على سحق حماس وضرب حماس والذين يصورون حماس على أنها العدو وأن الكيان الصهيوني هو الحليف وشوفنا صفقة الغاز كيف مرت عندما ترهن نفسك لإسرائيل لمدة عشر سنوات وتدفع لها 15 مليار دولار لكي تمد خطوط أنابيب تستدعي أن تحرص إسرائيل هذه الأنابيب أن تتواجد في مصر لمدة عشر سنوات ويمر كل ذلك عبر البرلمان وعبر الأحزاب التي تدهى أنها قومية وناصرية فنحن أمام كرسة في الحقيقات الأمر نعم نعم أنتقل إلى ضيفي الدكتور أحمد بدوي دكتور أحمد بدوي الحديث الآن حول ما يحدث من تسليم جزيرتين تيران وصنافير أو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يعني أستاذ وعي القنديل وربما أيضا سياسيين ونشطاء ومراقبين وأكاديميين تحدثوا أن الموضوع ليس مرهونا أو ليس مقصودا بيه السعودية وإنما مقصود بيه أن تصبح هناك حالة جديدة وحرية لإسرائيل من التحرك في هذه المنطقة البحرية وبالتالي الحديث عن ترتيبات جديدة إقليمية وأن هناك علاقات بين البعض يتحدث عن علاقات سرية بين محمد بن سلمان وبين إسرائيل يتحدث عن علاقات سرية ومعلنة بين السيسي وبين إسرائيل كيف ترى هذا الربط أنا يعني معلش مع احترامي للأستاذ وعي القنديل فكرة أن كل شيء بيجري في المنطقة بيجري المصلحة إسرائيل وأن العدسة اللي بنشوف بيها كل شيء لازم تكون عدسة مركزة على رغبة الصهاينة في فعل ما يريدون أعتقد هذا خطأ كبير بنقع فيه وبداية هزيمتنا لما نتخيل أن عدونا يعني جامع شامل عنده قدرة خارقة أنه يتصرف في كل شيء في المنطقة وهذا غير حقيق ناخد الأمور وفنطها واحدة واحدة العلاقة ما بين السعودية وإسرائيل أنا برضو شاهد على لكن أنا سألتك عن أنه هناك من يربط بين جزيرتين تيران وصنفير وتسلمها للسعودية إلى أن المستفيد هو إسرائيل هل توافق على هذا الرأي أم لا 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 أوافق لأن أساسا معاهدة كامب ديفيد والاتفاقات الدولية التي مصر مشاركة فيها بتدي إسرائيل حق كامل للملاحة في خليج العقبة ما فيش أي قوة تقدر أن هي توقف إسرائيل من الملاحة في خليج العقبة فكرة أن الجزيرتين دول راحوا للسعودية نتيجة شيء غير معروف في مصلحة إسرائيل أنا بصراحة مش قادر أحدد إيه هو بالزبط اللي هيكون في مصلحة إسرائيل أن ملكية الجزيرتين تنتنقل من مصر اللي زي ما الأستاذ وقل أنديل بنفسه قال هي أكبر حليف لإسرائيل في المنطقة تيرانو سنفير سياقها أن المملكة العربية السعودية في لحظة قوة ونتيجة لحظة القوة دي بترسم حدودها مع كل الدول المجاورة لها عملت كده مع اليمن عملت كده مع البحرين حاولت تعمل كده مع قتل وبتعمل كده مع مصر هذا السياق السعودية من التسعينات بتحاول أن هي تسترد الجزيرتين دول وواضح أن كان حسني مبارك كان رافض تماما لهذا الموضوع انتهزت فرصة أن مصر في لحظة ضعف تاريخية واستردت جزيرتين من وجهة نظر المملكة العربية السعودية دول تاريخيا ملكها هذا هو الموضوع بالنسبة للجزيرتين أرجو أن تفقى معي دكتور أحمد أرجو أن تفقى معي أخذ تعليق أخير من السيد مجد حمدان سيد مجد حمدان هل فعلا أن هذا الموضوع كما تفضل الدكتور أحمد بداو هل أن الجزيرتين سيذبان إلى السعودية وبالتالي أنه لا علاقة لإسرائيل بالموضوع أم أنك كمصري ترى أن الموضوع متعلق باستفادة إسرائيل ومجورتها للمملكة العربية السعودية بالطبع والأمر يخص إسرائيل في المقام الأول يمكن الدكتور أحمد ما تبعش الإعلام المصري عندما تحدث بأستاذ مكرم محمد أحمد وقال أن الجزء ستتبع إلى السعودية ويكون السيادة لإسرائيل هذا هو ما قاله رجل من رجالات الدولة المصرية إذن الأمر واضح وضوح العيام بأن مصر انتهى دورها في خليج العقبة وأصبحت الإدارة الآن لخليج العقبة لدى إسرائيل من خلال المحلل الرئيسي لها وهو السعودية إلا أن أعتقد أن كان هناك غلط في مفهوم حكم المحكمة الدستورية بالأمس عندما قال البعض بأن المحكمة الدستورية أعطت السيادة كاملة السعودية هذا الأمر مخالف تماما لما جاء في نص المحكمة الدستورية فهي المحكمة الدستورية قد نقضت أحكام المحكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية وأعلنت أن أهزم الحكمان متناقضا وأنه أصبح لا حل لهزم الحكمان على جزء تيران وصنفير مما يعني أن الباب الآن أصبح مفتوحا للطعم على اتفاقية تيران وصنفير والخروج من مبدأ السيادة الذي أقرته نفس المحكمة الدستورية في عام 2000 في أحد القضايا الشهيرة وقالت أنه لا وجود للسيادة في التفريط في أرض الوطن إذن الأمر واضح وضوح الآن لابد للإخوة المحامين المصريين الآن أن يجهزوا ملفاتهم ويقوموا بالطعم على هذه التفكير مرة أخرى من المحكمة الدستورية سيد مجد حمدان شكرا لك على وجودك معنا أشكرك مشاهدين الكرام الأستاذ وائل قندي له تعليق لكن أذهب إلى الزميلة حياة الأماني التي تعرض عليكم علينا عدد من تعليقات مشاهدين على موقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع إليك حياة نعم مصطفى هذا الجدل الدائر بينك وبين ضيوفك هو تقريبا نفس الجدل الذي دار على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد حكم المحكمة والذي قال بأن تيران وصنفير الاتفاقية صحيحة وأنها تعود إلى السعودية والتي تزامنت مع زيارة وليل عهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر وهي زيارته الأولى معاذ يقول زيارة عادية جدا جدا رايحة تكون فسحة من الآخر الطاهر يقول زيارة أخوه زيارة لفهم عقلية السيسية الذي يعطيه الخطأ ويأخذ الصحة وأيضا حسن يقول مزيد من التنازلات بيع وشراء أظن أنها الترتيبات الأخيرة لإخلاء سيناء محمد نعمان ربنا يستر ما يجيش من وراه إلا المصائب يا ترى هيشتري إيه المراد أو تقول لن نستطيع التخمين لكن مؤكدة أنها ليست زيارة خير ولكن تكون في صالح الأمة العربية مالك هو الآخر يقول زيارة خير للأمة العربية وثقة الأمة العربية تزداد كل يوم بالزعماء العظماء أمثال القيادات السعودية والمصرية عبد الفتاح نطلب من الله بأن يتدخل بن سلمان ويفرج عن الذين كانوا سبب في اعتقالهم وأيضا حساب آخر يقول النتيجة ستكون كارثية فالمنحوسة لا تجد من ورائه من ورائه إلا النحص وخيب الرجا ماذا يجري منه فهو أصلا خيب ووصل الدرجة خبته إلى أعلى درجة أيضا أبو مراد يقول أو عبد مراد يقول تأكيد لبيع الجزيرتين وأخذ الثمن والمساومة على بيع قطاع أسكك الحديدية المصرية وعبر تويتر تعليق من حساب عقبات يقول ولي العهد في القاهرة الله يحفظك يا الغالي انتبه من السيسي يقول في يوم كنت صغير أحلم معي مليار قصده على مئة مليار تأكيد هناك أيضا تعليق من محمد يقول أنها مصالح مشتركة والغريب يقول الترتيب لما بعد مسرحية الرئاسة وصفقة القرن والتعليق الأخير من محمد يقول الله يحفظ بطل وقائد يزور بلاد عظيمة تجمعهم الأخوة العربية إذن هو نفسه الجدل الدائر من يرى أنها بيع وشراء لصفقة القرن أو لسيناء أو ما إلى هذه هذه الأمور هناك من يرى أنها زيارة أخوة وزيارة خير علاقات ما بين دولتين كبيرتين في المنطقة ولي عهد ورئيس كبار في المنطقة وهكذا نعم شكرا حيات أعوض إليك ولضيفك شكرا حيات مشاهدينا أعوضي لضيف السيد ويل قنديل سيد ويل كالك أعوضي لوقتي بس فيما يخص موضوع الجزيرتين وصفقة من يعتقد أن إسرائيل ستستفيد من تسليم جزيرتين تيران وصرفير إلى السعودية هدوها طيب إسرائيل ستستفيد وهرجع لدو إسرائيل مستفيدة أصلا بكونها يعني بتفرض نظم حكم دلوقتي في العواصم العربية هي التي تختار من يحكم العرب الآن نعود إلى موضوع الجزيرتين وصفقة القرن ارتبط موضوع الجزيرتين واستبقه مباشرة الكلام عن جسر بري يربط بين مصر والسعودية وخرج خبراء استراتيجيين من بتوع السيسي يعني في الإعلام المصري بيقولوا أن هذا يجسد مفهوم مسافة السكة لو عدنا إلى أصل موضوع الجزيرتين أنه لو تذكر في 2008 أعلنت الأهرام المصرية أن مبارك سيوقع اليوم في جدة الجسر الرابط بين مصر والسعودية شرم الشيح كان منشط الأهرام وفي المساء كان حسن مبارك بيجلب تصريحات على عجل سمير رجب وبتنقلها الوكالة الرسمية بأنه ما فيش حاجة اسمها جسر بري والذي حدث في ذلك الوقت أنه كانت هناك كان هناك مفهوم للأمن القوم المصري والسيادة المصرية وتدخل المخابرات الحربية في ذلك الوقت وأجهدت هذا المشروع ليه بقى لأنه ماذا تستفيد إسرائيل من الجزيرتين هاتان الجزيرتان هما القاعدتان البحريتان الاستراتيجيتان الوحيدة تام للبحرية المصرية في حالة نشوب صراع مسلح مع العدو الصيون وكان موشروع الجسر البري من الأساس أنه سيأتي من تبوك السعودية ويهبط يعني قدم في هذه الجزيرة وقدم في الجزيرة الأخرى بحيث تنعدم تماما الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين كان هذا حلم وتدخلت جهات مصرية معنية بالأمن القوم المصري وأوقفت حسني مبارك عن تنفيذه نظام حكم في مصر بيعترف هو شخصيا بأن إسرائيل ساعدته لكي يقصي حكم الرئيس المنتخب ولكي يقضي على الثورة المصرية ولكي يفرض نفسه حليفا استراتيجيا لإسرائيل وينهي مسألة العداء وينهي مسألة الصراع التاريخي فبالتالي يأتي هذا أولا اختفى تماما الآن الحديث عن الجسر البري ومسافة السكة والرابط بين تبوك وشرم الشر الآن سلمت الجزيرتان برمتهما إلى السعودية وهذا يحقق المصلحة الإسرائيلية فأنها بتتخلص من احتمالية أن يكون هناك مرتكزان لقوات بحرية مصرية في حالة نشوب صراع وسيحدث الصراع بأنه عبد الفتاح السيسي أو محمد سلمان هما لحظة عابرة في تاريخ مصر والسعودية يعني لم تستبتب الأمور على هذا النحو الذي تريده إسرائيل وفعلا هذا يحقق مقولة أنه طالما هناك نبض داخل الشعوب فلن يتم شيء ولكن الأهمية الآن تستفيد إسرائيل أنها تخلصت من هذا الصداع بأن تتحول الجزيرتان إلى السيادة السعودية تتحولان إلى مشاريع سياحية أو مرينات أو نشاط سياحي ومن ناحية أخرى سيصبح لازما أن تكون هناك علاقات مباشرة بين الرياض وتل أبيب فيما يخص إدارة الجزيرتين باعتبار المجاور الحدودي بالضبط وفقا للاتفاقيات الممرات المائية وصارت هناك علاقة مباشرة الآن بين المالك الجديد للجزيرتين وبين الكيان الصيوني وفقا لترتيبات دولية وإقليمية قديمة جدا وموروث وبالتالي أنا أقول لك أنه أولا مسألة حكم الدستورية كانت تحصيل حاصل لأنه السعودية بدأت تمارس السيادة على الجزيرتين منذ فترة قرأنا وتابعنا إنزال العلم المصري ورفع العلم السعودي منذ شهور طويلة ولكن هذا الإخراج يعني بتشوف الفتيات الصغيرات في استقبالات الزعماء اللي بيتقدمنا بباقات الورود للزعيم الحد للأسف الشديدة دستورية قامت بدور هذه الفتاة الصغيرة أنها استقبلت الضيف الكبير ببوكي وردي اسمه إنهاء الجدل في مسألة وأنا مش عايز برضو الأخ مجد حمدان بيقولك لا لسه فيه مصار قضائي ومعرفش يعني الذي أضاع هذه القضاية هو الذهاب إلى هذه السراديب والممرات القضائية لأنه أنت في ظل نظام لا يوجد قضاء يعني أنت تعلم عند القضاء تابع حتى حكم الدستورية مبارح بيعني إعدام القضاء بيعني أن السيادة لهذا الشخص فقط يعني طول الوقت كنا بنسمع عن أنه لما بيكون في تشريع يعني مؤذي لمصالح المواطنين كانت الدستورية تتدخل وكان هناك الصراع دائما المجلس الشعب يقولك المجلس سيد قرار والآن صار المجلس سيد قرارها صار سيد قرار الدستورية عندما أرجعت الأمر إلى السلطة التنفيذية والتشريعية أذب للسيد محمود إبراهيم سيد محمود إبراهيم يعني الحديث الآن عما ماذا يريد ابن سلمان أو وليل عهد محمد بن سلمان شاهدين قبل هذا السؤال نتابع صورة مباشرة من التلفزيون المصر وفيها الرئيس المصري ووليه العهد السعودية شهدان توقيع اتفاقات بين البلدين وسنتابع أيضا مناقشة هذه الاتفاقات حالة يعني بث هذا البث المباشر أمامكم ما يأتي فيه سنناقشه أيضا عبر هذه النافذة المسائية والتقطيع أيضا أذب للسيد محمود إبراهيم سيد محمود إبراهيم يعني الحديث الآن ماذا يريد وليل عهد محمد بن سلمان من السيسي البعض اليوم قال ربما يطلب بن سلمان من السيسي أن تذهب قوات مصرية إلى اليمن يعني كمحلل أو كباحث وكمصري هل توافق على هذا إن طلب من الرئيس المصري أن تذهب قوات مصرية إلى اليمن وذكريات اليمن معروفة يعني موفقتي من عدم مشير موضوع إنما أنا أعتقد أنه موقف مصر وزي ما حضرتك وضحت من شوية أنه هناك تباين في وجهات النظر في بعض الملفات من ضمنها إدارة السعودية لملف اليمن وإدارة حتى المبلكة السعودية لملف سوريا والتدخل وكل هذا الأمر في اتفاق في ليبيا في اتفاق في بعض الأمور الأخرى في مساء استماتيجية يعني الرؤية العامة لأنه ده يؤكد أنه مصر مش هنا العلاقة فيها أخذ ورد مش كما يروج البعض أنها علاقة من جانب واحد أو يعني السعودية بتقود ومصر وراءها يعني مصر عندها مشاكل لكن ليست في هذا الرجب ليس لها دور الحقيقة أنه في مساحات من الاختلاف من ضمنها ملف اليمن ولا أعتقد على أي مؤشر من المؤشرات أن هناك اتجاه دي أن تكون هناك قوات بالمعنى المفهوم في الصراع الدائل في اليمن لأن هذا الصراع له يعني أجمل بعض معقيل أولا أنا لم أكن أنه مصر تضغط على الفلسطينيين أنا أقول أنه دي حجة في الحقيقة حجة وحجة دمات قيل جدا أنه البعض يقول أنه مصر تضغط على الفلسطينيين هذا الرئيس مبارك كان بديفيد وكان يوقع وعيسر عرفض فقال لا أنا لا لدي دعوة عشان ما يرجع أقول حسني مبارك ألمدي على الاتفاعية فأعني ما عملهاش الرئيس حسني مبارك أعمل الرئيس السيسي فمحمود عباس أعتقد أنه دي بس نوع كده والحقيقة يعني لا تستجيب للضغط خليهوا يقولوا لا نستجيب للضغط وإحنا عندنا قرار أرجو أن تبقى معي سيد محمود إبراهيم كما تشاهدون مشاهدين الكرام إلى هذه الصور التي ترونها أمامكم على الشاشة هي صور مؤتمر الآن بين أو مؤتمر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العادي السعودي محمد بن سلمان حيث يشهدان توقيع اتفاقات بين البلدان مرة أخرى هذه الصور تأتيكم مباشرة مشاهدي الجزيرة مباشر من القاهرة ومؤتمر يشهد إعلان اتفاقات بين مصر والسعودية ويشهد هذا الإعلان الرئيس المصر عبد الفتاح السيس وولي العادي السعودي محمد بن سلمان أذب لدكتور أحمد بدوي الحديث الآن حول زيارة وولي العادي محمد بن سلمان هناك في جدول الزيارة وفي أجندة الزيارة هناك زيارة لمقابلة البابا بابا تودرس بيترارك الكنيسة المرقوسية في مصر وأيضا هناك زيارة أو حضور يوم الاثين حضور عرض مسرحي بعنوان سلم نفسك أو في الأبرة هل هذه رسالة من القاهرة يرسلها محمد بن سلمان كما يقول البعض إلى العالم الأجنبي بأن هناك مستقبل مختلف معه للمملكة العربية السعودية هذا حديثك بتشير لنقطة مهمة جدا وأنا عمل أفكر في الجزئيتين دول من الزيارة بقالي فترة أعتقد من وجهة نظر الشخصية احتمال لزيارة بابا الكنيسة بيحضر عرض في الأوبرا أعتقد هو يمكن التفسير الوحيد مش متعودين أبدا أن أرجو أن تبقى معي أرجو أن تبقى معك أكتور أحمد بدوي مشاهدينا الكرام ننتقل إلى هذا المؤتمر وننقل جزءا من توقيع هذه الاتفاقات لاتفاق المعدل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية يوقع عن الجانب المصري الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب السعودي مع الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عضو مجلس الوزراء فليتفضل مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية في شأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار يوقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب السعودي معالي الدكتورة عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء فليتفضل ترجمة نانسي قنقر برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية يوقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب السعودي معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار فليتفضل فليتفضل السيدات والسادة إلى هنا تنتهي مراسم التوقيع على أوجه التعاون المشترك المختلفة بين البلدين شكرا لحضرتكم شهدين الكرام كان هذا جانبا أو كانت هذه بعض الاتفاقات بين مصر والسعودية في هذا المؤتمر الذي حضره الرئيس المصري أسيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ونقلناه لكم وتضمن اتفاقات فيما يخص الاستثمار بين مصر والسعودية فيما يخص الصندوق الاستثمار في البلدين وبين هيئتي الاستثمار في البلدين أعود إلى ضيفي الدكتور أحمد بداوي أحمد بداوي كان عذرا على المقاطعة لكن هذا المؤتمر المباشر وأيضا هو متعلق بما نناقشه الليلة كان سؤالي حول ماذا يريد محمد بن سلمان أن يقول للعالم الرسالة التي يريد أن يرسلها بخصوص مقابلته للبابا وأيضا حضوره عرضا مصرحيا في الأبرى أعتقد زي ما كنت بقول لحضرتك أعتقد من وجهة نظري الشخصية أعتقد دي وسيلة من محمد بن سلمان أنه زي ما بينقول في مصر بيخطب ود الشعب المصري عن طريق أن الزيارة ما تكونش بس زيارة على المستوى الرسمي لكن يكون فيها شق شعبي زيارة الكنيسة الزهاب إلى الأوبرا أعتقد أن السعودية تعلم جيدا أنه كان فيه رد فعل غاضب من الشعب المصري بخصوص موضوع تيران وسنافير وأعتقد أن الزيارة الطويلة من محمد بن سلمان لمصر سالة أيام أول زيارة خارجية له وفيها طبعا زي ما حدثك ذكرت الشق الشعبي الخاص بزيارة الكنيسة والأوبرا أعتقد هي محاولة من السعودية ومن مصر طبعا يعاد يعني زي ما بيقولوا في التسويق يتعامل براندينج جديد يعني شكل جديد يعني تقصد علامة تجارية أو إظهار صورة ذينية مختلفة بالزبط صورة مختلفة للنظام السعودي هذا شاب زي ما كان أعتقد أمس أو النهاردة في التلفزيون عمر أديب بيكلم عن أنه زيش محمد بن سلمان شاب عنده 31 سنة بيغير في المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا وبيعمل ماراثون للنساء وبيطور فأعتقد هي دي محاولة يعني لإيجاد شكل جديد للمملكة العربية السعودية شكرا يمكن يكون مقرب أكتر لطبيعة الشخصية المصرية دكتور أحمد بدوي أستاذ العلوم السياسية بجماعة برلين شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في السيديو السيد ويت قنديل يعني ليس ببعيد ما قاله يعني ما عرضنا مباشر وهو إنشاء صندوق استثمار مصر سعودي وانتفاقات يبدو أنها استثمارية هذا مرتبط بما قاله الأحد من علقه معنا وقال انتبه هو يواجه كلامه إلى بن سلمان انتبه فالسيسي قال منذ أيام بأنه يحلم بأنه مع مئة مليار دولار هل فعلا يعني كما سخر البعض هناك رز طبعا هذه حوافز تيران وصنافير هذه مدفوعات تيران وصنافير هذه يعني مؤخر الثمن المفروض في تيران وصنافير وكما قلت لك في البداية على مستوى الداخل هذه الزيارة زيارة أرزوا فقط وعلى مستوى الخارج ترتيبات إقليمية الدكتور أحمد بيقول أن محمد سلمان بيحاول يطرح نفسه أمام الشعب المصري محمد بن سلمان ليس مرشح يعني الانتخابات مصرية محمد بن سلمان بيطرح نفسه أمام الرأي العالمي أمام الولايات المتحدة أمام إسرائيل أمام أوروبا وبالتالي إذا كان يريد أن يتقرب يعني الشعب المصري مصر ليست الأبرة والكنيسة فقط مصر قبل أن تكون الأبرة والكنيسة مصر الأزهر والأبرة والكنيسة حمد بن سلمان اخترى أن يذهب إلى الكنيسة وأن يذهب إلى الأبرة بنفس المنطق الذي اشترى به لوحة كنسية قديمة يعني للسيد المسيح بنصف مليار دولار يعني هو بهذا المعنى هو يريد أن يطرح نفسه للرأي العام العالمي وليس الداخل المصري لأن الداخل المصري يعني نجح عبد الفتاح السيسي في تمويته يعني الآن فعلا هناك حالة خوف هناك جمهورية خوف هناك جمهورية رعب داخل مصر وبالتالي لم يعد لم يعد أحد يحسب حسابا للرأي العام الداخلي في مصر وإلا لما مرت تيران وصنافير على جثث المصريين وبكل هذا الكم من الاعتقالات وبكل هذا الكم من القمع وبكل هذا التوحش في قهر ورد الذين تسول لهم أنفسهم الاعتراض على هذه الاتفاقية وعلى تسليم الأرض ولم تكن المسألة حاضرة في هذه الاحتفالات كما قلت لك احتفالات فلوس وأرز وسناديق استثمار وما إلى ذلك لأن هذا خلاص تحصيل حاصل السعودية استلمت منذ فترة طويلة ولم يعد أحد يعني حتى يشغل نفسه بأن يبرر للشعب المصري أو للرأي العام المصري لماذا تمت هذه الاتفاقية لقد تم البيع أو تم التنازل أو تم التخلي وتم انزال العلم المصري ورافع العلم السعودي ويعني لا يحسب أي حساب لهذا الشعب كونه يعني عندما تجد مجلس الشعب الذي من المفترض أنه المعبر عن الجماهير وإراده الجماهير بيحتفل كل هذه الاحتفالات بمناسبة حكم الدستورية شكرا وبيطلب من الذين اعترضوا على تسليم تراني السنفير أن يعتبروا فأنت أمامه يعني عار تاريخي في حقيقة الأمر صحفي الأستاذ وائل خنديل شكرا جزيلا على وجودك معنا أيضا أشكر ضيفي عبر اسكا من القيارة سيد محمود إبرايم شكرا لك على وجودك معنا شاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل نواصل وفيها صحيفة نورك تايمز الأمريكية تقول أن مصر سمحت لكوريا الشمالية باستخدام سفارتها بالقاهرة لتكون قاعدة لمبيعات الأسلحة في المنطقة اشتركوا في القناة